في السابع عشر من سبتمبر عام الفين وعشرة أعلن سلاح الجو الأمريكي نجاح عملية إطلاق صاروخ منتمان ثلاثة الباليستي العابر للقارات قطع الصاروخ الذي يحمل رؤوسا نووية مسافة ثمانية آلاف وخمسمائة كيلو متر وبعدها دمر هدفا يقع على بعد ثلاثمائة وعشرين كيلو مترا غربي جزيرة كوام في المحيط الهادي دخل صاروخ منتمان الخدمة في منتصف الستينات وتم تطوير النظام على مدى سنوات لكن بقيت بنيته الأساسية على حالها وهو أما دفع بسلاح الجو الأمريكي إلى طلب تحديث هذه الصواريخ الباليستية بالإضافة إلى صواريخ كروز النووية ويتوقع سلاح الجو منحه عقدين لنظام جديد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات وسلاح ردعا استراتيجي يتم إطلاقه من الأرض خلال عام بالإضافة إلى منحه عقدين آخرين في نفس الإطار الزمني لصنع صاروخ كروز جديد أو سلاح مواجهة بعيد المدى حيث يصر الجيش الأمريكي على أن صاروخ كروز الجديد ضروري لتمكين القاذفات القديمة من توجيه الأسلحة النووية لأهداف قد يصعب الوصول إليها بقنابل الجاذبية ومن المتوقع أن تصل تكلفة تحديث القوة النووية الأمريكية إلى أكثر من 350 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة في إطار سعي الولايات المتحدة لتغيير أنظمتها القديمة بما فيها القنابل والقاذفات النووية والصواريخ والغواصات ويقدر محللنا أن تصل تكلفة التحديث إلى نحو تريليون دولار على مدى ثلاثين عاما علم طيرة العربية